السلام عليكم لبنات كده يدوني لبساليكم كنت مانا شغلا تكونوا بصحة بألف صحة وعافية لما ان شاء الله كما يشوفوا في الصور نقدم لكم واحد الحرشة اللي بسيطة ومقادر سهلين كجيب حال الحرشة دي المحلبات يعني نافرق وندي بدون ان شاء الله بمقادر غادي نحتاجون سكيلو نصف كيلو تسميد يعني اللي كندرو به الحرشة اللي كندرو به تلب غريب وغا نحتاجو خمارة معلقة الخميرة صغيرة معلقة الخميرة معلقة دي الملح وكاس لاروب ما بينزبدة وزيت ونحتاجو تقريبا جوش كيسان ونصف الماء يعني بعبار كاسل عن ماء فغادي نبدو ان شاء الله فكيف ما قلت لكم نعود مرة اخرى نعود معاكم لما قادر عدنا نسكيلو تسميد عدنا معلقة صغيرة دي الملح معلقة صغيرة دي الخميرة دي الخبز عندنا خمارة واحدة عدنا معلقة انا رادرت تقريبا جوش مع القديوز ساندة فتال اخر رحدة ودرت غير معلقة واحدة كما كتشوفو كما راتشوفو معايا هنا رادرت كاس لاروب ديال الزبدة والزيت يعني تقريبا نديرو معلقة كبيرة ديال الزبدة ولا جوج مع قديل الزبدة وكملو الباقي الكاس يعني الكاس لاروب كملو بالزيت الزيت نباتية العادية كيف ما كتشوفو معي فانا كان نبس بس على الخالطة ديالي السميد ديالي وهنا كما كتشوفو رانا ما زادت شجمعه لاقدرت تقريبا غير معلقة واحدة دي السكار فغادي نحاول بس بس انا را كنصور لكم غير بايد وحدة فنحاول بس بس السميد مزيان تدخل في هدك الزبدة والزيت والسكار والخميرة والخمالات بالحلوة خصوم يعني ينتاج ليها تولي الخالط يعني مبس بس من بعد غادي ميدا نضيف الماء ونخلط حتك يعطني واحد الخالط لي هو يعني شوية خفيف وغادي نستعمل هنا جوش الكيسان ديو العنبا ونص ديال الماء ما عادي بنسبة لبناثلي اول مرة كيشوفوا القناة ديالي فمرحبا بكم ان شهوات امال لعب ديالي وكنتمنى ان شاء الله تشوفوا قاعد الفيديو اللي في القناة ديالي ولاعجبكم الفيديو ديالي ديرولي ابوني وخلولي يعني لايك جاب وخلولي شي تعليق يعني محفز كنتمنى ان شاء الله نتمنى لكم ان شاء الله فرجة طيبة وان شاء الله تجربوا هذه الحشرة كجيزوين يعني بحالة بحدي الزنقة وبلتورة ديال الزنقة اصلا لانا والسيدة اللي عطاتني هذه المقادر يعني كتخدم في محل كيبيعوا المسمن وكيبيعوا المخمار وكيبيعوا هاد الشي فكلتها من عندهم وكتلها ختموا وكي نسوي لك وذلك شي فعطتني لغوصية سهلة وهنا صوت هاليكم والصراحة جاد زمين وجاد غزالة بحال يعني مصعوب حالة هديك اللي شريت ما عندهم نهيت المهم تبعوا غير المقادر اللي كتلكم هادو هومانيت المقادر اللي كتلكم وان شاء الله غادي تنجح معاكم فانتو كما كتشوفوا فانا ما كان عجنهاش راعا كنخلطها وغنخليها ترتاح باللمة وانتو ما كتشوفوا راني نصف كاس الاخر فراجو كيسان دي المة ونصف ليل العنبة وغادي نكونوا موجدين فاتحين اطبيجو مقلة غادي ندهنوها بالزيت وترشوها بالسميد وغادي ندروفها الخالط ونحاول الخالط يعني نسلحوه في المقلة مزيان يعني باش يتيسع عن المقلة مزيان ومن بعد غادي نجيب واحد لمعالقة كما غشوفوا معي في الفيديو باش نقدلها الوجه ديالها من الفوق مزيان وصف يوم بعد غادي ندخلها الفران تتابع لخطرها تقريبا ما كتفوت شديك 45 دقيقة او سادة الطوع بحسب كل واحدة والفران دياله انتو ما كتشوفوا معي فراها يعني جاتني صعيبة ان نسرح ندخل الحرش غاوي اد واحدة مهم انا راك نحاول فلحقش بزاف البنات قالوا لي التصوير راكيد كتديري من جناب ما كيبانش مزيان فراك ندير تصوير من جناب البنات لان اني كنصور غير بالتليفون ما زال ان شاء الله ما زال ما عنديش لاك الكاميرا باش نتصور كنتمنى وان شاء الله يعني ذاك شي كيجي مع الوقت المهم اننا نك نوصل لكم الفكرة وحتى لما كانش كيبان لكم زيان فانا كنهضر كنحاول يعني نوصل ذاك شي اللي غادي اللي انتم ما ما غاديش تشوفوه مزيان انا غادي نحاول نقولولكم يعني بادق التفاصيل يعني شما كنتم تشوفوا معي فكنناخد معي لقا وكننبدأ نسرحها من الفوق يعني كنحاول غاين نسرحها ندها على جناب كامين باش تبقى عندي الحرشاء يعني كلها مقاعدة مدينش جيها طلعا وجيها هبطا مهم طيب ديال هارا كما قلت لكم تقريبا ما كتفوتش 45 دقيقة كنطيبوها من التحت مبات كنطيبها من الفوق هذا اللي عنده فران للجازل اللي عنده الفران ديال ضو فرايش على ملتحته من الفوق ويرتليها البال تكتب على 180 درجة تقريبا انتهي كتدير شي بحالك تقريبا نفس الوقت ما بين 40 45 حسب كل وحده على الفران ديالها مهم انا غادي نقدها بعد ما قديتها فا قديتها قديتها مزيان بظهر ديالها معي وغادي ندخلها الفران اللي انا شاعة لكن ما كتشوفوا ونخليها طيب على خطرها شكرا 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 شكرا